اشتركوا في القناة مو كفر نعم كلا إن الإنسان اللي يطغى الرأاه واستغنى الثاني من عنوان السعادة إذا ابتلي صبر ضد الصبر التسخط تسخط كبيرة من كبائر الذنوب بل قد يأصل إلى أن يكون نوعا من وعي الشركة الأسر كيف يتسخط يتسخط بلسانه وبقلبه وبجوارحه يتسخط بلسانه أف يلهوي يصرخ يسب يشتم يلعن هذا أيش تسخط باللسان تسخط بالقلب ما يرضى يقول ابن القيم رحمه الله أن بعض الناس لا تجاسر أن يقول هذا بلسانه لكن نفس التي بين جنبي تشهد عليه من ظنه بربه ظن السوء ولماذا أنا يحصل لي كذا وهذا ما يحصل له ولماذا فلان لديه مال وأنا ليس لديه مال لديه قصر وأنا ليس لديه شيء تسخط بالجوارح يشق الجيوب ينتف الشعور يلطم الخدود يكسر أحيانا حتى يسرع بالسيارة ويصنع أشياء صحيح تسخط لابد أن تكون عند المصيبة ماذا صابر والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وأعلى من هذا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وما لقاها الذين صبروا وما لقاها الذين حظ عظيم صبر واجب بإجماع الأمة أجمعة الأمة على وجوب الصبر وأعلى من الصبر الرضا راضي النعمة والمصيبة عنده سواء لتمام رضا بربي وأعلى المراتب الشكر يشكر عند المصيبة سبحان الله إذا المراتب أربعة تسخط كبيرة صبر واجب بإجماع الأمة رضا مستحب شكر أعلى المراتب كيف يشكر شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى أدخلوه السجن ظلما وأراد أن يكتب رسالة لأمه تخيل أنك شيخ إسلام يشار إليك بالبنان عالم رباني إمام أدخلوك السجن ظلما وأراد أن تكتب رسالة لأمك ماذا تصنع دمعتين وظلمنا والحكام كما تسمع اليوم الظلمة كذا المهم أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن كتب في هذه الرسالة بعد البسملة والحمدل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى ولولا ما تعلمي ما نحن فيه من الجهاد وقد فتح الله علينا بفتوحات ألف مؤلفات في السجن ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير هذا وهو في السجن لو خرج إيش يقول يقول هو رحمه الله يقول المسجون من سجن عن ربه هذا المسجون كتب رسالة لإخوانه في أول رسالة من السجن كتب وأما بنعمة ربك فحدث صبر وأعلى من الرضا شكر وقليل من عبادي الشكور الثالث من عنوان السعادة إذا أذنب استغفر ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب لكن الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا استغفر لأن الشيطان يلبس عليك ويقنطك من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حرم ما يمكن تقنط من رحمة الله فيأتي ألبس عليك الشيطان ويقول ما شاء الله تتظاهر بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية عندما تكون في المسجد وتذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا فيقول هذا للشيطان من الوساوس ماذا نصنع قال لا تأتي للمسجد واجعلها كلها معاصر في الأول كان يذنب ويستغفر إن الحسنات يذهبن السيئات لا تقنطوا من رحمة الله فعندما قنطوا الشيطان من رحمة الله وأصبح يذنب ولا يستغفر وهذا هو الإشكال إذن السعادة تكون حال النعمة شاكر قلب لسان وجوالح وحال المصيبة صابر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها لا حول ولا قوة إلا بالله وعند المعصية مستغفر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأسأل سبحانه وتعالى أن يزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورات المباركة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب أرضى والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر